الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2، عنصر احتكاك الإرسال F الأداء، روقف عن العمل ماذا يعني ذلك، هذا هو رمز عام لمشاكل تشخيص القوة المحركة DTC، وينطبق عادة على مركبات OBD2 التي لديها ناقل حركة أوتوماتيكي، قد يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر المركبات من شفرليه GMC، تويوتا، فولكس فاغن، فورد، هوندا، دودج، كريسلر، وما إلى ذلك، على الرغم من أن خطوات الإصلاح العامة قد تختلف اعتمادا على السنة، والطراز، وتكوين مجموعة نقل الحركة، عنصر احتكاك ناقل الحركة، وصف غامض جيدا نظرا لحقيقة وجود العديد من عناصر الاحتكاك عند التفكير في التشغيل الميكانيكي لناقل الحركة الأوتوماتيكي AT ناهيك عن استخدام ناقل الحركة اليدوي أيضا في استخدام مواد احتكاك مماثلة مثل القابض، في هذه الحالة، أظن أننا نشير إلى AT تختلف الأعراض والأسباب اختلافا كبيرا اعتمادا على أشياء كثيرة، ولكن من المهم ملاحظة أن أول شيء يجب أخذه بعين الاعتبار ويجب أخذه بعين الاعتبار هو الصحة العامة لناقل الحركة الأوتوماتيكي وخاصة ATF، سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي، من المرجح أن تتسبب مشاكل مواد الاحتكاك الداخلي في A.T في ظروف قيادة غير منتظمة فيما يتعلق بتوقيت التحول، خرج عزم الدوران من بين عواقب أخرى لا حصر لها لهذا العطل، تميل الإطارات المقترنة بشكل غير طبيعي، والإطارات المنتفخة بشكل غير كاف، إلى حدوث انتظر انزلاق داخلي نظرا لظروفها غير المتكافئة، ومع ذلك، ضع هذا في الاعتبار عند النظر في وظيفة نظام الحركة واستكشاف أي أخطاء، قم بتثبيت الإطارات المستعملة أخرى، نفس الحجم، تحقق من الجدار الجانبي للإطار للتحقق من ذلك، في بعض الأحيان، يمكن أن تتسبب الاختلافات الطفيفة في حدوث مشكلات غير مباشرة مثل هذه، عادة، عندما تقوم ECM وحدة التحكم في المحرك، بتنشيط رمز P07AC هذا والرموز ذات الصلة، فإنها تقوم بشكل استباقي بمراقبة وتعديل أجهزة الاستشعار والأنظمة الأخرى لضمان التشخيص الذاتي المناسب، لذلك، كن مضمئناً، تحتاج إلى معالجة هذا قبل أن تتسبب احتياجاتك اليومية في القيادة في المزيد من المشاكل المحتملة، قد يكون هذا إصلاحاً بسيطاً، ممكناً بالتأكيد، ومع ذلك، قد يكون أيضاً خالاً كهربائياً داخلياً معقداً، أي قصير، مفتوح، تسرب مياه، تأكد من الحصول على المساعدة وفقاً لذلك هنا، حتى المحترفون يرتكبون الأخطاء التي يتم تجاهلها بسهولة والتي تكلف الآلافة، يتحدثون من التجربة هنا، قد تشير الرسالة في هذه الحالة إلى بعض التمييزات الممكنة المختلفة، قد تتعامل مع دائرة سلك معين أو قد تتعامل مع عنصر احتكاك محدد داخل الإرسال، بعد قول كل ذلك، قم دائماً بالرجوع إلى دليل الخدمة الخاص بك الاتعرف على مواقع معينة وتمييزات ومواصفات أخرى مماثلة، يتم تسجيل الرمز P07AC بواسطة ECM عندما يكتشف أن عنصر الاحتكاك أفل الداخلي داخل ناقل الحركة متوقف، أو لا ينخرط، يمسك، أو لديه مشكلة في الأداء، صورة وناقل حركة أوتوماتيكي، ما مدى خطورة DTC؟ كما هو موضح سابقاً، هذا ليس شيئاً سأتركه دون مراقبة، خاصة إذا كنت تستخدم السيارة بنشاط مع وجود الخطأ الأخطاء المذكورة، يجب عليك بالتأكيد إعطاء الأولوية لهذا، حسناً إذا كانت قيادة سيارتك أمراً درورياً، يومياً. ما هي بعض إعراض الكودي؟ قد تتضمن أعراض رمز مشكلة P07AC مايلي، معالجة غير متساوية، انزلاق ناقل الحركة التحول غير المنتظم، أنماط التحول غير الطبيعية، اختيار التحول القاسي، تسرب سائل ناقل الحركة التلقائي، ATF، عزم دوران منخفض ناتج طاقة غير طبيعي، ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز؟ قد تتضمن أسباب رمز الانزلاق لعنصر الاحتكاك P07AC مايلي، انخفاض عنصر الاحتكاك البالي ATF داخلي، يتسبب ATF المتسبب في مشكلة الأسلاك، على سبيل المثال، فتح قصير، انحراف، تلف الحرارة، أحجام الإطارات غير المستوية، مشكلة تتسبب في سرعة دوران، محيط غير متساو، مثل ضغوط الإطارات المنخفضة، تعطل الفرامل، وما إلى ذلك TCM، وحدة التحكم في النقل، مشكلة ECM، وحدة التحكم في المحرك، مشكلة تلف الماء في الوحدة و، أو الحزام ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P07AC، الخطوة الأولى في عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها لأي عطل هي البحث في نشارات الخدمات الفنية عن المشكلات المعروفة في السيارة المحددة تصبح خطوات التشخيص المتقدمة محددة للغاية للسيارة، وقد تتطلب المعدات والمعرفة المتقدمة المناسبة لأداء العمل بدقة، نقوم بتضمين الخطوات الأساسية أدناه، ولكننا نشير إلى دليل إصلاح خاص بسنة السيارة، الصنع، أدراز، مجموعة نقل الحركة للحصول على خطوات محددة لسيارتك، الخطوة الأساسية رقم واحد من الضروري أن تتبع إجراءات الصيانة الأساسية وفقاً لذلك في هذه المرحلة، فيما يتعلق بصحة ناقل الحركة، ابدأ من السائل، يجب أن يكون سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكية ATF انظيفاً وخالياً من الحطام، وإيضاً يجب اتباع جداول الصيانة المناسبة لتجنب المزيد من الأخطاء مثل هذا في المستقبل، إذا كنت لا تتذكر أن ناقل الحركة الأخير قد تمت صيانته، أي مرشح زائد سائل زائد حشية، فمن الجيد القيام بذلك قبل المتابعة، من يدري قد يكون هناك القليل من الحطام في نفطك المحبوس داخلياً، قد يستغرق الأمر خدمة بسيطة فقط، لذا تأكد من أنك على دراية بآخر خدمة A، تيقمت بها، ملاحظة تأكد من أنك تستخدم ATF الصحيحة لطرازك وطرازك المحددين، الخطوة الأساسية رقم 2 على الأرجح، عند محاولة العثور على الموصل، الحزام لهذا النظام، سيكون عليك العثور على موصل الوصلة، قد يكون هناك موصل رئيسي واحد، لذا تأكد من أنك تعمل مع الموصل الصحيح من خلال الرجوع إلى الدليل الخاص بك، تأكد من تثبيت الموصل نفسه بشكل صحيح لضمان توصيل كهربائي جيد، عندما يكون الموصل موجوداً على AT، فقد يكون عرضة للإهتزازات التي قد تؤدي إلى انقطاع الاتصالات أو إطلافها مادياً، ناهيك عن إمكانية ATF لإشباع الموصلات والأسلاك مما يسبب مشاكل مستقبلية أو حالية، الخطوة الأساسية رقم ثلاثة من الحكمة دائماً أن تكون على دراية بالحالة العامة لسيارتك، بالنظر إلى حقيقة أنه، كما في هذه الحالة، يمكن أن تؤثر الأنظمة الأخرى بشكل مباشر على الأنظمة الأخرى، الإطارات غير المستوية، وأجزاء التعليق المهترئة، والعجلات غير الصحيحة، كل هذه يمكن وستسبب مشاكل في هذا النظام ربما تكون رملية أخرى أيضاً، لذلك حتى الأشياء خارجة، ويمكنك التخلص من هذا الرمز، هذه المقالة هي فقط لأغراض المعلومات فقط ويجب أن تكون البيانات التقنية ونشرات الخدمة لمركبتك محددة الأسبقية دائماً. اشتركوا في القناة